الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن صحب قوات بلاده من أفغانستان بحلول 11 من سبتمبر المقبل وهو الوقت الذي يجسد الذكرى العشرين للهجمات التي ضربت مركز التجارة العالمية آن الأوان لعودة الجنود الأمريكيين إلى الديار الانسحاب سيتم بطريقة أمنة وبالتعاون الكامل مع الحلفاء على طالبان أن تعرف أنه إذا هاجمت القوات أثناء الانسحاب فسنرد بكل ما أوتين من قوة لا يمكننا البقاء في أفغانستان إلى الأبد والانسحاب من هناك لا يعني أننا سنتراجع عن محاربة الشبكات الإرهابية أينما كانت وإبان اجتماعه مع مسؤولي الناتو لمناقشة الوجود المستقبلي للحلف في أفغانستان أعلن الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ انتهاء مواصفه بالحرب الأبدية هناك مشيرا إلى أن نحو سبعة آلاف جندي من الناتو سينسحبون من أفغانستان بعد عقدين من الحرب منعنا أفغانستان من أن تصبح ملاذا للإرهابيين وبالتنصيق مع حلفائنا خلال الأشهر الماضية قررنا أن نبدأ بسحب قوتنا من أفغانستان خلال الأشهر القادمة هذا القرار ليس سهلا ويتضمن العديد من المخاطر هذه ليست نهاية لعلاقتنا مع أفغانستان وإنما هي بداية لفصل جديد وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الحرب على أفغانستان في أكتوبر من عام 2001 حرب سقط فيها آلاف الجرحى وراح ضحيتها مئات الجنود الأمريكيين وبلغت تكاليفها بحسب بعض المصادر نحو تريليوني دولار كما بلغ عدد الجنود الأمريكيين الذين شاركوا فيها خلال الأعوام العشرين الماضية ستمائة ألف جندي